في تصنيف اسمه خليني أرهلكم تصنيف دولي عن جودة المياه في العالم إيه الحكاية دي الخريطة بتاعة جودة المياه في العالم دي الألوان اللي فيها التصنيفات مصر هنا هي موجودة واخدى تقريبا الرقم بتاعها أو الريكورد بتاعها 36.18 من 100 وده التصنيف اللي هم بيعملوا لكن الحقيقة جماعة أنه الأرقام أو التصنيف بتاعنا فيما يتعلق بالمياه هو تصنيف مرعب شوية عربيا ودوليا أيضا إحنا البلد اللي فيها نهر النيل مصر هبت النيل بس الحقيقة التقرير ده ما بيقولش الكلام ده عشان كده أنا بسألكم النهاردة إنت بتشرب مايام الحنفية ولا لا ده ما كانش كده سؤال إحنا مش لقين سؤال فخطينا ده بالعكس إحنا لما شفنا التقرير ده إحنا خفنا فريل إعداد خاف الناس كلها فكرت إيه ده يا جماعة هو الأرقام دي بجد والتصنيف ده بجد طب الناس في مصر المياه المعدنية غالية طب هم بيشربوا إيه طب إنتوا بتشربوا ولا لا أصلا مش بتشرب من الحنفية ولا لا فالحياة تعالى نشوف كده مع بعض هنلاقي إنه الترتيب بتاعنا على مستوى العالم كويس إحنا في المركز 112 طيب هرجع كده نمشي مع مصر 112 ونوصل نشوف مين الدول اللي سابقنا والدول اللي سابقنا دي أخبارها إيه الأرجنتين في مركز 46 الأرجنتين هي المستدين الأول من صندوق النقد الدولي لبنان اللي فلست وراحت في 60 ده هي ما عندهاش نهر النيل في المركز 53 في جودة المياه إيران في المركز 70 بكل مشاكلها الاقتصادية والمظاهرات والكلام ده كله تركيا في المركز 75 أنا عارف أن أنتوا بتحبوا تركيا بتحبوا المقارنة معها تركيا سابقنا تقريبا بحوالي 50 مركز العراق مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق العراق جودة المياه في العراق اللي السيسي بقاله عشر سنين بيقول لكم مش أحسن ما نبقى زيها 84 طيب مين دي مين دي أنا آسف سيرلانكا سيرلانكا اللي فلست واتبهدلت ورئيسها هرب وكل الحاجات الوحشة اللي حصلت فيها وعمر أديب طلق يعيط في المركز 88 ثم تأتي مصر هبة النيل في المركز 112 الحقيقة إحنا عربيا في المركز 13 بتصبقنا دول عربية كثيرة في جودة مياه الشرب مع إن إحنا اللي عندنا نيل إحنا اللي عندنا هبة النيل إحنا مصر هبة النيل لكن للأسف جودة مياه الشرب سيئة جدا تعالوا نروح كده ليه اليوم السابع اللي نشرت خبر قبل كده بتتكلم فيه على موضوع مياه الشرب وبتقول إيه اليوم السابع جمهورية حقوق الإنسان الحكومة توجه 97 و1 من 10 مليار جنيه لجودة عفوا مياه الشرب 6 مليار لخطوط مياه العاصمة الإدارية الجديدة 21 يناير 2013 انت خدت بالك من العنوان جمهورية حقوق الإنسان الله يعني إحنا اتهزينا كلنا وتأثرنا والله يا سلام على الكلمة جمهورية حقوق الإنسان فالحكومة بتوجه كام 97 مليار جنيه لموضوع جودة المياه فبيطلع تقرير النهاردة مش هتلاقير في آخر كلام بيقولك ان احنا الـ 112 على مستوى العالم وان احنا الـ 13 على مستوى العالم العربي تعالوا نسمع عبدالفتاح السيسي وهو بيتكلم على موضوع مياه الشرب نشوف قال إيه وارجع استقبل اتصالاتك مباشرة ونجاوب على سؤال بتشرب مياه من حنفية ولا لا طرق لما قلنا الصرف الصحي لما قلنا تحسين الرأي لما قلنا تحسين شرب يعني في فترة انك انت اجيلك مية شرب واني جيلك مية شرب بشكل منتاهي ما بيش مشكلة لفتدور التاني ولا دور التاني مؤفرة عن استخدام لمية صرف ازراعي بيتم معالجتها طبقا لمعايير عشان باس تبقى الأمور وطع لمعايير منظمة الصحة العالمية والأغزية وكلام ده معالجة سلاسية متطورة زي مية الشرب اللقام دي ثم بيتم نقلها نقل مش مترع لا بترع مبطنة او مواسير موجودة صح كده انا بقول كده ليه عشان ده مهمة وان احنا نتكلم فيه يبقى فيه معالجة سلاسية ومعالجة سنائية ومعالجة ربعية وهنعمل وهنسوي ومحطات وسبعة وتسعين مليار وحاسب يا جدع وعوشك والمية عندنا واحنا احسن ناس وبعدين المؤشر بيقول ان احنا المركز مية واثناشر على مستوى العالم و13 على مستوى العالم العربي